بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين تتأثر أجواء السلطنة برياح شمالية إلى شمالية شرقية وهذا الشيء أدى مثل ما أنتم لامسين إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم الجو كان بارد نوعا ما هنا في مسقط وأيضا المحافظات الأخرى أيضا أجواء باردة أجواء جميلة نسمات ورياح باردة عليلة هكذا نتمنى أنكم تقضون في هذه الأجواء الجميلة أسعد الأوقات بس أهم شيء أعتقد أن حان الوقت أنكم تخرجون ملابسكم الشتوية بعد طول تخزين وأيضا النقطة الأهم اللي هي العناية بصحتكم خلال هذه الفترة لأنها فترة طبعا تغير الأجواء والواحد يكون معرض بشكل سهل جدا للإصابة بطبعا أمراض الإنفلونزا سلمكم الله من الأمراض كل اللي عليكم كم شوية كثرون هذه الفترة من فيتامين سي وأيضا شرب السوائل إذن في حلقة الليلة مشاهدين من برنامج من عمان عندنا محطة راح نتوقف فيها مع انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان محطة أخرى فنية مع المهرجان المسرح الجامعي الأول لكليات العلوم التطبيقية وراح نختتم هذه الحلقة بمسك الختام مع أحد الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب في دورتها الثانية عشان تتعرفون عليه ما عليكم إلا أنكم تتابعون حلقتنا الليلة من برنامج من عمان أحياكم الله اشتركوا في القناة حياكم الله مشاهدينا إذن محطتنا الأولى راح تكون مع انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حيث تستعد غرفة تجارة وصناعة عمان لإجراء هذه الانتخابات في السادس والعشرين من يناير الفين وأربعة عشر وتشكل انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للدورة القادمة ألفين وأربعة عشر ألفين وخمسة عشر أهمية كبيرة أو سبعة عشر أهمية كبيرة مع تزايد الحركة الاقتصادية التي بالتأكيد تشهدها جميع محافظات السلطنة وتواصل للجنة الرئيسية لانتخابات جهودها من أجل نجاح هذه الانتخابات وفق الخطة والمرحلة الزمنية المحددة خلونا نقترب أكثر من هذه الاستعدادات من خلال طبعا ضيفنا اللي منورنا معانا سعادة المهندس أحمد بن حسن الديبة عمر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها مساكم الله بالخير سعادة المهندس مساء الخير حياكم وحياكم الله في من عمان إذن طبعا تستعد الغرفة لإجراء انتخابات مجلس إدارتها إن شاء الله اللي راح يكون في 26 يناير نتعرف على الجديد في هذه الانتخابات ساعتك نعم بداية نشكركم على هذا التواصل الدائم معنا في هذا المقال واجبنا وأما فيما يتعلق بانتخابات الغرفة طبعا السنة هذه تعتبر أو الفترة هذه تعتبر فترة نقل نوعية للغرفة بما فيها من انتخاب لجميع أعضاء الغرفة وكذلك بما فيهم رئيس الغرفة نعم وكذلك حدد المرسوم السلطاني رقم 59 على 2013 أيضا بعض التعديل في قانون الغرفة فيما يتعلق بانتخابات الغرفة وأيضا أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارة فروعها طبعا المرسوم حدد أيضا أنه لفرع مسقط أو المقر الرئيسي للغرفة في مسقط خمسة أعضاء يتم ترشيعهم من بين الأعضاء المنتسبين في المقر الرئيسي وأيضا 11 عضو من كل مقر لفرع الغرفة بالمحافظات يتم أيضا انتخابهم من المنتسبين بأفرع هذه المحافظات طبعا هؤلاء كلهم بالانتخاب ومن ثم من بين المحافظات 11 عضو في كل محافظة سوف يجتمع الأعضاء لانتخاب رئيس لهم ونايب للرئيس وسوف يمثل الرئيس مجلس إدارة غرفة التقارة وصناعة عمان في المقر الرئيسي بمعنى أن هناك 15 عضو يمثلون مجلس إدارة غرفة تقارة وصناعة عمان طبعا هذه في بعض التعديلات الرئيسية التي تمت من خلال المرسوم وأيضا المرسوم حدد بأن تشكل لجنة تقوم بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارات فروعها يحدد وطبعا معه لوزير التقارة يحدد أعضاء هذه اللجنة نعم طبعا اللجنة وضعت معايير وأسس لقعل الانتخابات ذات شفافية ذات مهنية أيضا في اختيار المرشح ودائما نسعى جميعا لأن يكون المرشح الأنسب والأكفى هو من يمثل الغرفة لتمثيلها في المحافل الداخلية والخارقية وأيضا يبرز ويعطي كل هموم القطاع الخاص مع الحكومة وأيضا مع القطاع الخاص في أعمالهم لذلك ساعة اللجنة لطرح بعض الإقراءات قد تكون الجديدة لأول مرة ومنها أن يتم الانتخاب وأولا منعنا ما يسمى بالمفوضين المفوض الذي لا ينتمي للشركة طبعا تم منعها في هذه الفترة كان في السابق أن يسمح للأشخاص الغير حتى يمنتمين لأي شركة أن يقوموا باستقلاب تفاويض شركات من شركات عدة وهم يصوتوا بالنيابة عن الشركات وكانت هناك سوء أيضا عدم ارتياح من قبل القطاع الخاص فلذلك ارتعينا في هذه الفترة أن نمنع مثل هذه الإقراء واكتفينا أن يشارك من هو المالك أو الشريك في الشركة أو المفوض بالإدارة والتوقيع المنتمين للشركة هم من يقوم بالتفوق جميل ومنهم أصحاب لهم علاقة مباشرة أيضا بالشركة نعم من لهم علاقة مباشرة بالشركة وإختيار المرشح لهم الشيء الآخر أيضا أن هذه الشركة أو المؤسسة طبعا لها صوت واحد وأيضا لها صوت واحد لإختيار المرشح واحد كان في الفترات الماضية أن كل شركة أو ماسا تختار عدد من المرشحين في المقر الانتخابي أو في الفرع أو في المجلسة أو المقر الرئيسي نعم والآن أصبح واكتفينا المرة هذا أن كل شركة تختار مرشح واحد التي ترى فيه الحقية والصلاحية أن يمثلها ولذلك نخلق التنافسية بين مجموعة من اللعضاء وعدم فقط الاكتفاء بكتلة واحدة من اللعضاء يعني هو الهدف أصلا من هذا الإجراء هو منع التكتلات خلينا نذكر وأيضا زياد التنافسية لأن في بعضهم يقول أن لو كان عدد الأشخاص أكبر بالعكس هنا تزيد التنافسية بدل أن يرشح أو يقوم بترشح شخص واحد فقط من الشركة نعم وأيضا نقطة بهمة أنا أحب أن نوح عليها مثلما ذكرنا أن الممثل الشركة الذي سوف يقوم بالتصويت عن الشركة وأكرر أقول يسمح للمالك أو الشرك في الشركة وكذلك يسمح للمفوض بالإدارة والتوقيع ولكن سوف يسمح له لشركة واحدة فقط المفوض بالإدارة ممكن يتكرر المالك ممكن يتكرر الشريك ولكن لا يتكرر المفوض بالإدارة والتوقيع والتصويت عن شركة أكثر من شركة واحدة طبعا هذه من ضمن الإقراءات التي عملت فيما يتعلق بالمفوضين الممثلين للشركات للتصويت المرشح للانتخابات طبعا لم يكن هناك تعديلات القانون أو المرسوم الأخير أيضا أوضح شروط المرشح وهي شروط بسيطة وليست معقدة على سبيل المثال أن يكون عمانية جنسية أن يكون له مدة خدمة أو عمل والتقاري لا يقل عن خمس سنوات انتسابه في الغرفة ولا يقل الآن سنه عن ثلاث سنة هذه الشروط التي وضعت للمرشح للانتخابات جميل ساعتك ذكرت نقطة مهمة في بداية حديثك عن هذه الانتخابات أنها تأتي لتشكل نقلة نوعية في بسيرة غرفة تجارة وصناعة عمان نتعرف على أهمية هذه الانتخابات وخاصة مثل ما ذكرت ساعتك أنها تشكل نقلة نوعية نعم مثل ما ذكرنا هذه الانتخابات هي لأول مرة تقرأ انتخابات لجميع أعضاء الغرفة كان في الفترات السابقة هناك انتخابات لأعضاء الرؤساء الأفرع في الغرفة وأيضا لعدد محدد من أعضاء غرفة المقارر الرئيسي نعم ومن ثم هناك أيضا تصدر مراسيم أو سلطاني بتعيين رئيس الغرفة وأيضا تعيين أعضاء تعيينهم الحكومة طبعا وهذه كان لها أسبابها ومسبباتها للفترة الماضية والآن انتقلنا إلى مرحلة الانتخاب الحر انتخاب على الشركات والمؤسسات أن تقوم بانتخاب أعضاءها وهذا كمطلب أيضا من القطاع الخاص أن يقوموا بانتخاب أعضاءهم بنفسهم ولله الحمد تحقق الآن نعم فلذلك كل أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارة فروعها بالانتخاب مثل ما ذكرنا بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس فلذلك مثل ما ذكرت 11 عضو في الأفرع سوف يتم انتخاب عضو من كل فرع يتمثل رئيس الفرع وهو بدوره فيكون عضو رئيسي في مجلس إدارة وغرفة صناعة عمان ومن هنا سوف يمثل مجلس إدارة الغرفة في المقر الرئيسي 15 عضو نعم سوف يجتمع هؤلاء الأعضاء خلال فترة السبوع من تعيينهم أو انتخابهم ومن ثم هؤلاء الأعضاء ينتخبوا فيما بينهم رئيس للغرفة ونائبين للرئيس وعميل السر وعميل المال وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة جميل كيف وجدتم صدى هذه الإجراءات الجديدة فيما يخص انتخابات يعني مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على المستفيدين من هذه الانتخابات أو المشاركين أو حتى الشركات المستفيدة والقطاع الخاص بشكل عام هو طبعاً هذه الإجراءات ما عملت إلا بعد ما يعني رؤى كثير من التلقينا بعض الرؤى من أصحاب القطاع الخاص وأيضاً مثل ما ذكرت سابقاً عدم ارتياح للطريقة التي كانت تعمل في السابق وأيضاً نرتائن أوضن فظلنا أن يكون المشاركة حقيقية لأصحاب الشركات وملاك الشركات الذين لديهم الرغبة في الانتخاب واللديهم الرغبة في أن يمثلهم عضو معين في هذه الغرفة ونحاول أن نبتعد قدر الإمكان عن قضية أن تفعيل الشركات النائمة أسميها التي ليس له الدور في طول السنوات الماضية وإنما إذا أتى وقت الانتخاب نقوم بإيقاظها ونقوم بتسديد رسومها وهذا ما هو معمول طبعاً في السابق وقد يعمل حالياً أيضاً ولكن نقول أيضاً أن الإقراءات القديدة سوف تحد بقدر نحن نرحب فيهم طبعاً في أنهم يشاركوا في العمل الانتخابي أن كلهم دور ولكن يكونهم دور فاعل لأن المؤمل من هذه الشركات أن تلعب دور طوال السنين الماضية وأن تسدد اشتراكاتها في الغرفة كل سنة تسدد اشتراكاتها وأن تحدث بياناتها وأن تكون بياناتها محدثة ولا يتطلب اشتدعاها مرة ومرات لتحديث بياناتهم وإنما المفروض أن تكون بياناتها محدثة طول السنوات الماضية ولذلك ولكن نقول أن هذه بادرة قيدة الآن انتخاب كميع الأعضاء ونتمنى إن شاء الله من الشركات وأصحاب الشركات أن يتم انتخاب الأعضاء ذو الكفاءة الذين ممكن أن يمثلوهم في المحافل مثل ما ذلك المحلية والدولية خير تمثيل وأن يبرزوا دور الغرفة وأن أيضا يبرزوا دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية جميل إذن احنا تحدثنا ساعتك عن الشروط ومثل ما تفضلت أنها شروط سهلة وميسرة ويعني تنطبق على الكثير من يحب التصويت أو حتى المشاركة نتحدث أيضا عن إجراءات التصويت هذه المرة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان نعم طبعا مثل ماذا كنا نحن الآن طبعا في تنسيق بيننا وبين الإدارة التنفيذية للغرفة ومجلس إدارتها الحالي حاليا اليوم فتحنا باب الترشح فتحنا باب وسلمت استمارات الترشح لمن يرغب أن يرشح نفسه لمجلس إدارة المقر الرئيسي أو مجلس إدارات الفروع في المحافظة كيف تقيمون الإقبال ساعة المحافظة؟ حسن ما وصلنا إلى قبل ما أتيكم هناك في إقبال في بعض المحافظات وبعض الأفروع إقبال كبير نعم واضطرنا أن نمدد أيضا فترة تحديث البيانات للشركات لفترة أطول من الفترة الصباحية لأن هناك كانت طلبات كثيرة ولذلك ارتأينا حسب رغبة القطاع الخاصة أن نمدد هذه الفترة وكونه أول يوم أعتقد أن هناك إقبال جيد طبعا ونتمنى إن شاء الله لأن الفترة الانتهاء يوم الخميس هو آخر فترة لاستيلام طلبات المترشحين الخميس القادم 26 من شهر ديسمبر جميل فلذلك يوم الخميس سوف يكون هو آخر يوم الاستيلام سوف نعرف عدد المترشحين في كل محافظة وأيضا عدد في المقار الرئيسي المرحلة التي تلي هذه المرحلة طبعا هناك سوف يتم الإعلان عن قائمة المترشحين وهناك إقراءات تم الإعلان عنها حول الطعون إذا كانت هناك طعون حول المرشحين وأيضا على اللجنة أن تثبت كفاءة هؤلاء المرشحين وأيضا تثبيت من الشروط التي ذكرت في الاستمارة التصويت التثبت منها والتحقق منها في هذا القانب أحب أن أقول أيضا في هذه المناسبة أن اللجنة من الآن تقوم بحملة إعلامية جميل في القنوات الإعلامية المقروة والمسموة والمرئية جميل وبدأناها طبعا في الجرائد من الأسبوع الماضي بإعلانات وأيضا بأخبار صحفية تحقيقات صحفية وأخبار أيضا حول الضوابط وحول الانتخابات واليوم طبعا هي بداية هذه الحملة فيما يتعلق بالتلفزيون جميل وأيضا هناك أيضا حملة أخرى أو يقرأ آخر في الإذاعة سوف يتم إن شاء الله خلال هذا الأسبوع وأيضا أحب أيضا أن نوه للقطاع الخاص سوف يكون هناك لقاءات بالغرفة مكون من أعضاء اللجنة مع القطاع الخاص لتوضيح أيضا أمور التصويت والترشح وأيضا ممثلي الشركات للترشح لاختيار ممثليهم خلال هذا الأسبوع إن شاء الله سوف يكون هناك نشاط كبير من أعضاء اللجنة مع القطاع الخاص بالتعاون أيضا مع إدارة الورفة وكيد إحنا معاكم كإعلام خطوة بخطوة في هذه الحملة وأيضا في هذه العملية حتى انتهائها بمشيئة الله في السادس والعشرين من يناير 2014 سعادة المهندس أحمد بن حسن أذيبة عمر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها شكرا جزيلا لك سعادتك نور تنافي من عمان شكرا جزيلا أحسنتم وأشكركم جزيلا على قهودكم المتواصلة وعلى تفاعلكم الإيقابي دائما معنا فيما يتعلق بالرسالة الاقتصادية واجبنا سعادتك شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين نحن متواصلين معكم محطتنا التالية فنية خليكم معنا تفاصيل المهمة المهمة خمسة ضم تحميل فيديو أو صورة لك وأنت تحميل أكبر عدد ممكن من عبوات مارتين ديو نفذ مهمة تيوكرو الآن عن طريق تيوكرواربيا.com واشمع النقاط لفرصة رفح جوائز قيمة مارتين ديو أوي ألبك تفاصيل المهمة المهمة خمسة ضم تحميل فيديو أو صورة لك وأنت تحميل أكبر عدد ممكن من عبوات مارتين ديو نفذ مهمة تيوكرو الآن واشمع النقاط لفرصة ريبيل شوائز قيمة تنظم وزارة التعليم العالي تنظم وفعاليات المهرجان المسرح الجامعي الأول لكليات العلوم التطبيقية تنطلق فعاليات هذا المهرجان يوم غد الثالث والعشرين من ديسمبر وتستمر حتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري بمسرح كلية العلوم التطبيقية بصور وبمشاركة تسع مؤسسات تعليمية نقترب أكثر من هذا المهرجان المسرح الجامعي الأول لكليات العلوم التطبيقية من خلال ضيفنا اللي منورنا سالم بن حمد الحجري نائب مدير مركز الخدمات الطلابية بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العالي مساك الله بالخير معنا أستاذ سالم مساكم الله بالخير والمشاهدين الكرام إذن المهرجان المسرحي الجامعي الأول مع أنه كان يعني خلينا نقول هو امتداد أصلا لنشاط وجهود سابقة كانت تخص طبعا الكليات هذه في مجال المسرح نتعرف أكثر كيف جات بلورة هذه الجهود من خلال مهرجان تقدمونها للمرة الأولى بشكلها المنظم والجديد خلينا نقول الشكل الجديد نعم من خلال هذا المهرجان بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة المسرح الجامعي الحقيقة بشكل عام نعم هو نتاج هو ينتج مجموعة من الطلبة في المرحلة الجامعية والمرحلة الجامعية كلنا نعرفها إنها مرحلة تشكل شخصية الطالب تشكل الاتجاهات تشكل المعارف أيضا فالنشاط الطلابي بشكل عام يسعى إلى بلورة هذه الشخصية المسرح له خصوصية أيضا في بلورة هذه الشخصية الحقيقة احنا في وزارة التعليم العالي نسعى من خلال نشاط المسرح إلى إيجاد مجموعة من الطلبة المتذوقين للمسرح للمشتغلين في المسرح نسق المهارتهم ونطورها ونسعى بها إلى أن يتخرجوا وبعد ذلك يخرجون إلى الساحة العامة بالنسبة للمهرجان المسرحي هو الأول نعم ولكنه هو امتداد مثل ما تفضلت لسنوات طويلة كانت الفعالية عبارة عن تعروض مسرحية داخل إطار الأسبوع الثقافي تحول بعد ذلك في 2009 إلى فعالية خاصة اسمها الأيام المسرحية لكليات العلوم التطبيقية هذا العام ندشن المهرجان المسرحي الأول التي تشارك في إضافة إلى كليات العلوم التطبيقية مؤسسات تعليم عالي أخرى في السلطنة إذن نقدر نقول أن المواهب التي تسخر بها كلياتنا هي التي شجعتكم على أن يكون هناك مهرجان فعالية خاصة بالمسرح في الكليات التطبيقية؟ نعم بالضبط نحن عندنا مواهب ما شاء الله الآن موجودة على الساحة الثقافية والمسرحية ترفض هذا الاتجاهد وهذا النشاط بمهارات وبشخصيات تشتغلت بالمسرح الآن موجودين على الساحة لا يسعى المجال حقيقة لذكرهم ولكنهم يقوموا بأدوار ممتازة نعم نحن هذا الدور البداية وما أصعب أنك تبدأ مع البداية مع اللبنة الأولى صحيح ولكنها الوزارة الحقيقة تجتهد لهذا شيء لأنها تريد أن تحقق هذا الهدف وأهداف أخرى في المسيرة التعليمية العملية التعليمية الحقيقة ذات الشقين النشاط فيها عبارة عن مكمل للعملية التعليمية الأصلية جميل وإذا كان النشاط المسرحي بهذه القوة بهذا الدعم من وزارة التعليم الآلي لا شك بأنه في الآخر يأتي بثمار على العملية التعليمية بالضبط نتحدث عن العروض المشاركة في المهرجان عددها وأيضا المشاركين حسب ما عرفنا مشاركة تسع مؤسسات تعليمية في هذا المهرجان نتعرف على عدد العروض المشاركة في المهرجان بالضبط نحن عندنا تسع عروض إن شاء الله راح تمثل ست منها كليات العلم تطبيقية في صحار وصلالة ونزوة والرستاق وعبري وصور مستضيفة للفعالية كذلك في الرستاق وإضافة إلى ثلاث مؤسسات تعليم أخرى جامعة السلطان قابوس وجامعة الشرقية وجامعة نزوة هذا المزج ما بين مؤسسات تعليم العالي الحكومية والخاصة أيضا بعد من الأبعاد التي نسعى لها راح تكون العروض على مدى ثلاث أيام بواقع ثلاث عروض في اليوم فبيكون في وجبة دسمة من المسرح من الصباح وحتى المساء إضافة إلى العروض المسرحية تعقبها جلسات نقدية تتخلل أيضا الأيام هذه فيها جلسات تدريبية للطلاب معنى مدربين متخصصين في المسرح أيضا موجودين من اللي راح يقدم الجلسات التقييمية أو التعقيب بعد المسرحية نعم نحن عندنا نعم مجموعة من الفنانين المسرحيين موجودين معنا المشتغلين بالعمل المسرحي مجموعة مختلفة أيضا نحن نستضيف أيضا مجموعة من المشتغلين بالمسرح وشائلين هم المسرح الدكتور السعيد السيابي طبعا رئيس جمعية المسرح موجود عندنا جميل أيضا نحن عندنا سبق هذه الأيام الماضية سبق أيضا في قراءة للنصوص المقدمة من طبعا أستاذة المسرح الكاتبة المسرحية الأستاذة آمنة ربيع نوجه لها التحية وكذلك أيضا دكتورة كاملة الهنائي قاما بقراءة هذه النصوص وأيضا وضع ملاحظاتهم عليها كذلك نحن عندنا لجنة تحكيم نتشرف الحقيقة بوجودها معنا الدكتور عبدالكريم جواد الدكتور خالد عبدالرحيم الدكتور فاطمة الشكيلي أو الأستاذ أنيس الحبيب يعني مجموعة الحقيقة هو جو مسرحي متكامل من الضيوف اللي عندنا من الطلاب المقدمين للعروض أيضا من ضيوف المسرح الآخرين وهي فرصة بوجود هذه الكفاءات والخبرات في هذا المهرجان أنه ممكن تبني المواهب الموجودة والمشاركة في هذا المهرجان هي فرصة سانحة فعلا لطبعا انتقاء هذه المواهب وإظهارها في الأعمال العامة أو على مستوى طبعا الأعمال الدرامية والمسرحية العمانية إذن نفهم من وجود لجنة تحكيم أنه سيكون هناك عرض فائز في هذا المهرجان نعم نحن عندنا جوائز أفردنا لهذا المهرجان جوائز مختلفة من عرض متكامل أفضل عرض متكامل وأيضا كذلك الأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل ديكور وأفضل سينغرافيا وغير من الجوائز الحقيقة متعددة الهدف منها تشجيع الطلبة على الاستمرار في هذا النشاط الذي هو يحقق الحقيقة للطالب فائدة كبيرة يحقق أيضا للمؤسسة أنا يحضرني الآن أنه العام الماضي العرض الفائز بالأفضل عرض متكامل كان لكلية العلم التطبيقية بعبري شرف السلطنة بمشاركته على مستوى جامعات دول مجلس التعاون والتحقيق المركز الأول كأفضل عرض مسرحي أمام العروض الخليجية وهذا اللي نحن نبغي في الآخر أنه طلابنا يشعروا بالفخر أنهم يمثلوا هذا البلد ومن خلال كل المجالات المجال المسرح جزء منها طيب يعني أنت تتحدث بتفائل كبير عن المسرح وعن المواهب الموجودة في المسرح من خلال البيئة الأولى اللي هي البيئة خلينا نقول ابتداء من المدارس صعودا إلى مؤسسات التعليم العالي ولكن الواقع استاذ يقول شيء مختلف ما عندنا القاعدة الجماهيرية للمسرح ولمن يتابع مسرحنا باعتقادك ليش؟ هو الحقيقة أنه هذا السنوات الأخيرة ولكن مع بدايات المسرح في عمان كان يجتذب قاعدة كبيرة واللي شاهدنا الآن يتذكر المسرح الأندية قديما في بداية السبعينات والثمانينات مسرح النادي الأهلي في مسقط، مسرح الأندية في المناطق، مسرح الشباب مسرح كان يقدم مسرحيات وتجتذب الجمهور وكانت بعض المسرحيات أيضا تصور في التلفزيونيا أيضا يحضرنا ونحن كنا في أيام الجامعة كان مسرح الجامعة مسرح الجامعة كان يهز الأرض تتكلم عن الفترة الماضية، نتكلم عن المرحلة، إيش المشكلة؟ نعم، الآن أتوقع أنه المسألة إن شاء الله يعني في طريقها إلى التحسن هل تعتقد أن نوعية النصوص المختارة لتقديمها في هذه المسرحيات هي السبب؟ أنها ما تشكل عامل جذب للجمهور ربما خاصة لجمهور اللي يعني اليوم ذائقة مختلفة تماما عن السابق نعم، ربما أيضا وسائل التواصل المختلفة الآن الآن أصبح التلفزيون يصل، السينما أيضا تجتذب مجموعة يعني صالات السينما الآن تمتلي، لكن صالات المسرح لا تمتلي أنا أتوقع أنه من السبب في المشتغل في المسرح نعم يبدو أن الصراعات الداخلية أحيانا هي ما تطغى على التفكير في تطوير المسرح ونحن أيضا في كليات العلوم التطبيقية نعاني من النصوص السوداوية الحقيقة نعم التي تجينا كل سنة ونحن في إعدادنا للمهرجان المسرحي كل عام نجلس مع بعض ونتوقع أن هذا الأمر ستجينا على الأقل نص النصوص ستكون سوداوية العرض ولكن يعني طبعا حتى مع وجود السوداوي، لكن هناك رسالة يقدمها المسرح دائما وهذا هو اللي نتصور أنه المسرح متنوع والمسرح أو الفنون مثل ما أطلقوا عليه وبعد كذا تركوا أبو الفنون للأسف يعني خارج البيت وظل البيت يتصارع في منافسه لكن أنا حضرت مقابلة الحقيقة الإذاعية وجدت من حوالي أسبوع مع الأستاذ الرشال بلوشي ويبدو أنه القادم أفضل القادم أفضل مع وجود نخبة من المسرحيين وهم يحاولوا ونحن أيضا ترى هذه خطوة إلى الأمام لما نتبنى مجموعة من المسرحيين كطلاب في المرحلة الجامعية نحن في طريقنا إلى أن نضعهم على طريق الإبداع طيب ليش إحنا أستاذ ننتظر المهرجانات عشان نقدم نتاج مسرحي ليش هذه المسرحيات ما تنوجد بدون مهرجانات، بدون مسابقات، بدون هذه الفعاليات الكبيرة؟ نعم، الفعاليات هذه هي جزء من العروض المسرح ويجب أنها تكون الحقيقة كذا أنا أتصور سكان ولا يتصور خلال الفترة القادمة رح تأتيهم وجبة من المسرح المجاني الهادف أيضا وليس المسرح الذي يأخذ اتجاهات أخرى لكن مسرح هادف رح يعطيهم وجبة ممتازة رح ننتقل للسنة القادمة إلى كلية أخرى ولتكون كلية صلالة وسأيضا يستفيدوا من هذه الوجبة نحن كأوزارة التعليم العالي نقوم بهذا الدور يبقى أيضا على الجهات الأخرى تقوم بهذا الدور هنا شكلنا خارطة متكاملة من الحراك المسرحي هذا اللي أنا أقصده بأنه اليد الواحدة لا تصفق لكن هالأياد كلها قد تشكل جوقة من الجمال والفن في السلطنة كل سنة طوال العام رح نجد مجموعة من الفعاليات تقدم بشكل جميل ومنسق ومهدد بإذن الله وإحنا بانتظار أن تؤتي هذه الجهود ثمارها بمشيئة الله نتمنى لكم كل التوفيق نتمنى للفرق المشاركة جميعها في المهرجان المسرح الجامعي الأول لكليات العلوم التطبيقية كل التوفيق الأستاذ سالم بن حمد الحجري نائب مدير مركز الخدمات الطلابية بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العالي شكرا جزيلا لك شكرا لك سالم شكرا لنورتنا أستاذ سالم إذن محطة أخيرة وختام المسك مع أحد الفائزين ما راح أذكر اسمه خليكم متابعونا حتى الدقيقة الأخيرة من حلقة الليلة من برنامج من عمان تحت الشعار نحو أنماط جديدة لحماية المستهلك استضافت السلطنة الملتقى الخامسة عشر للاتحاد العربي للمستهلك والذي نظمته الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع جامعة نزوة يشارك في الملتقى عدد من مثل الاتحاد الدولي للمستهلك والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة وجمعيات حماية المستهلك في الدول العربية أقيم الملتقى ليناقش عدة محاور منها ما يتعلق بالأمن الغذائي والتشريعي والصحي وبعضها الآخر يناقش ترشيد الاستهلاك في مجال الكهرباء والماء والهاتف ودور الإعلام والصحافة في دعم قضايا وحقوق وواجبات المستهلك إذ يلعب الإعلام دورا هاما في التأثير على المستهلك من حيث تشكيل الثقافة الاستهلاكية وتوعيته بما يوفر له الحماية من الغش والاحتكال والتلاعب بالأسعار كما يوفر له الحماية الصحية من حيث جودة المنتج والفتة الصلاحية والمكونات ذلك في ظل تنوع السلع المعروضة للمستهلك لذا فإن مظاهر الحماية التي يوفرها الإعلام للمستهلكين تتنوع بتنوع ذلك الكم الهائل من السلع والمنتجات وهذا ما يسعى إليه الاتحاد الدولي للمستهلك من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات ترجمة نانسي قنقر ومن الأجواء الجميلة في الخارج في مسقط الجميلة إلى الأجواء الأجمل في استيديو من عمان مع ضيفنا الذي منور الاستيديو هو أحد الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب في دورتها الثانية وبالتحديد في مجال قضايا الفكر المعاصر هو المفكر الباحث الأستاذ الدكتور عبدالله بالأقزيز أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي بجامعة الحسن الثاني بالمملكة المغربية مساكم الله بالخير كداير أستاذ دكتور الحمد لله حياكم الله إذن نبارك بداية لكم الفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب والذي بمشيئة الله راح يحتفل بتسليمها مساء الغد بإذن الله إذن دكتور خلينا نرجع إلى وقت إعلان طبعا نتيجة المسابقة في دورتها الثانية وتلقيكم لنبأ فوزكم بهذه الجائزة كيف كان كنت سعيدا ومعزل سعيد بأن أحظى بشرف نيل جائزة ثقافية من هذا الطراز من هذا الوزن نعم خصوصا وأن هذه الجائزة تنطلق من بلد ذي مخزون ثقافي وحضاري عريق مثل عمان وأيضا تقترن باسم جلال السلطان قابوس بما لهذا الاقتران من رمزية يضفي على الجائزة قيمة أخرى مضافة نعم فطبعا كنت سعيد وما أزال بأن أحظى بشرف نيل هذه الجائزة إذن يعني في مثل هذه المسابقات دكتور وأيضا سبق أن رشحتم لأكثر من مسابقة بذات المستوى كيف ترون مثل هذه المسابقات في دعم الإبداع الثقافي والرقي أيضا بالإنتاج الأدبي في الوطن العربي هو الجوائز الحقيقة هي تضيف معنويا أكثر مما تضيف ماديا إلى الباحثين والمبدعين والمفكرين لأنها تشعرهم بأن الجهد الذي بذلوه وأقطعوا شطرا من حياتهم أو من وقتهم للكتابة والتأليف لم يضع هدرا وأن هناك من التقط هذا الجهد وقابله بمبادرة تكريم نعم فبكل تأكيد هذه الجوائز لها مفعول إيجابي على الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي عموما لأنها بمثابة دينامية تطلق يعني هذا المفعول وتحفز المثقفين عموما على المزيد من العطاء فلا شك أن لها دور كبير في إثراء المجال الثقافي العربي نعم دكتور كونك عضو في مركز دراسات الوحدة العربية إلى أي مدى ساهم هذا المركز في تقريب الثقافي أو في التقريب الثقافي بين المشرق العربي ومغرب مركز دراسات الوحدة العربية نهض بدور رئيس وستراتيجي في مجال جسر الفجوة بين المغرب والمشرق وإطلاق حوار متبادل بين المثقفين هنا والمثقفين هناك نعم وهذا الحوار ليس فقط على صعيد الندوات العلمية وإنما أيضا حتى على صعيد الأعمال المشتركة التي رعاها مركز دراسات الوحدة العربية طبعا فكرة المركز التأسيسية الفكرة الوحدوية أول حق الاختبار لها هو المجتمع الثقافي العربي هو كيف يستطيع المركز أن يصنع شكلا من الوحدة الرمزية وحدة الوجدان الثقافي وحدة المجتمع الثقافي وفي هذا أنجز الكثير الحقيقة مركز دراسات الوحدة العربية نعم يعني بحكم دراساتك العميقة دكتور في الفكر المعاصر وهو طبعا ما أهلك للحصول على جائزة السلطان قابوس في مجال الفكر المعاصر كيف تصف لنا المشهد الثقافي في الوطن العربي يعني هذا السؤال ينطبق على أي مجال المشهد الاقتصادي المشهد السياسي ففيه الغت والسمين يعني فيه ما يقدم وفيه ما يضع الكوابح ويعزل يعني نأمل في أن تتراكم المجهودات الفكرية والثقافية الجادة التي تدفع باتجاه كسب معركة التنمية الثقافية في الوطن العربي وأن تتراجع الثقافة الاستهلاكية التي للأسف توضع تحت تصرفها كل الفرص وكل المساحات وكل الحوامل الإعلامية والثقافية في مقابل الحصار الخانق المضروب على الثقافة المنتجة الثقافة التي تبني والتي تؤسس لمشروع مجتمعي تنموي نهضوي شامل في الوطن العربي نعم دكتور خلينا نقرب يعني الدكتور عبدالإله بالأقزيز من المشاهدين الكرام هنا في السلطنة يعني لديك العديد من الكتب في الفكر الإسلامي وأيضا المقالات الكثيرة في هذا الخصوص ولكن هناك كتاب بعنوان رائحة المكان نص طبعا جاء في تعريف أن هذا العمل كما يعرفه كاتبه نص وهو كذلك نص أو ينتمي إلى جنس من الكتاب يكسر القوالب المألوفة في التعبير الأدبي ويكسر الحدود بين الأجناس الأدبية ليفتحها على بعضها لماذا اختار الدكتور عبدالإله بالأقزيز تصنيف هذا الكتاب كنص لأنه يتعصى على التصنيف ضمن القوالب الجاهزة فهو لا ينتمي بالمعنى الأكاديمي الصرف إلى جنس الكتابة النثرية كما لا ينتمي بالمعنى الأكاديمي الصرف إلى جنس الكتابة الشعرية وإنما هو مفتوح يتحرك بين المجالين نعم وأنا في تقديري حتى في الأدب العربي الرفيع الكلاسيكي في العصور الكلاسيكية هكذا كان النص الأدبي كان يخترق الحدود ويتمرد على القوالب الجاهزة ويؤسس لفضاءات من الحرية في الكتابة لأنه التعبير الأدبي الصادق والرفيع لا يمكن أن ينضبط لقواعد صارمة جميل مثل الموسيقى حين تتمرد الموسيقى على القوالب تعطي شيء فظيئ صحيح وكذلك الشعر يعني حتى الثورات الشعرية التي حصلت في تاريخنا الشعر العربي منذ أبي العلاء المعري والمتنبي وأبي تمام وصولا إلى ما يسمى بالشعر شعر التفعيلة وقصيدة النثر كل هذه الثورات أفتحت أفاق جديدة أمام التعبير الشعري لم يكن من الممكن أن تفتحها لو لم يقع هذا التمرد نعم والأدب بطبيعته تمرد على المألوف والجاهز وعلى الأقنومي من الأقانيم على الأقنومي في الكتابة فحينما تتأقنم الكتابة حينما تدخل في قوالب وأقانيم تتجمد تتخثر لا تعود فيها حياة ولا تستطيع أن تفسح ولا أن تبوح بالمخزون أو الخزين الجمالي فيها نعم هل كان من السهولة أن تتمرد دكتور على جميع القوالب في هذا الكتاب كونه عبارة عن سيرة ذاتية هو الخامة الأساس في النص هي السيرة الذاتية نعم لكن النص حاول أن يشتغل على اللغة وحاول النص أيضا أن يبني على اشتغال القدماء ولذلك كما تلاحظين النص بحد ذاته تحية إلى النثر العربي المرسل وإلى أساليب الكتابة البيانية العربية القديمة جميل مع خروج عنها أيضا خروج على إطارها نحو كتابة أخرى أكثر فتاحا على الجديد نعم أعدت هذه التجربة في آخر كتاب صدر لي وعنوانه ليليات ليليات طبعا هذا متحرر من فكرة السيرة الذاتية ولذلك أخذت فيه حريتي اللغة أكثر تجريدية ووضع تقديما له الصديق الفنان الكبير مارسيل خليفة وهذا اعتراف بلقاء بين الكلمة والنص الموسيقي أيضا جميل جدا يعني التقاء هتين القامتين حضرتك وأيضا الفنان الكبير مارسيل خليفة كتاب الفتنة والانقسام والوطن العربي للأسف في ظل الظروف الراهنة يعيش هذه الفتنة وهذا الانقسام نتعرف أكثر دكتور على هذا الكتاب خاصة أنه هو هذا الكتاب الذي رشحت من خلاله لطبعا ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب في الدورة السابعة لهذه الجائزة هو كتاب الفتنة والانقسام هو الجزء الثاني من كتاب عنوانه تكوين المجال السياسي الإسلامي صدر جزءه الأول سنة 2005 أو 2005 نعم بعنوان النبوة والسياسة والثاني الفتنة والانقسام وأنا لم أكتبه حينما بدأت في الكتابة فيه لم أكتبه تحت تأثير ما يجري اليوم صحيح لأنه بتدئ فيه قبل عشر سنوات نعم بالضبط لكن من سخرية الأقدار أنه صدر في الوقت الذي فعلا دخلنا فيه عصر الفتنة والانقسام الكتاب كناية عن محاولة للتفكير في الديناميات والأطر المؤسسة للمجال السياسي الإسلامي في الصدر الأول الإسلام الجزء الأول منه يتناول الحقبة النبوية والجزء الثاني اللي هو الفتنة والانقسام يتناول حقبة الخلافة الراشدة نعم وطبعا كل تاريخ الانقسام في الإسلام يجد مقدماته في هذه اللحظة التاريخية لحظة صراع على السلطة في حقبة الخلافة الراشدة فأنا حاولت أن أعيد كتابة ليس كمؤرخ طبعا وإنما كباحث في الاجتماع السياسي والفلسفة أن أعيد كتابة هذه اللحظة المفصلية في تاريخ الأمة وفي تاريخ الإسلام وهي لحظة الصراع على السلطة وما أعقب هذا الصراع من تفكك للجماعة السياسية الإسلامية ومن شرذمة وانقسام ما زلنا حتى اليوم ندفع أتمان الفادحة من وحدة الأمة نعم أيضا من الكتب القيمة للدكتور عبدالإله بالأقزيز محمد عابد الجابري ونقد العقل الفكري العربي عفوا نعم يعني طبعا هذا الكتاب اشتغلت عليه هو عبارة عن طبعا تعريف بالعمل الفكري والفلسفة الضخم الذي وضعه المفكر العربي الراحل محمد عابد الجابري وسبق أن التقيت بطبعا هذا المفكر محمد عابد الجابري والقيت معه أيضا أو أجريت معه لقاء علاقتك بفلسفة محمد عابد الجابري وأيضا اشتغالك على فكرة من خلال كتابك هذا أولا الكتاب هو كتاب تعريفي نعم وهو موجه للطلبة والمبتدئين ولكن للفئات الوسطى القارئة ممن لم تتح لهم فرصة الإطلاع على المتن الفكري الكامل للمرحوم محمد عابد الجابري وهو يتناول حصرا مشروعه عن نقد العقل العربي بأجزائه الأربع نعم صحيح أما علاقتي بالمرحوم فهي علاقة تلميذ بأستاذه محمد عابد الجابري أستاذ لنا جميعا نعم درست عليه وتتلمذت لفكره فترة طويلة وهو لحظة فارقة في تاريخ الثقافة العربية المعاصرة ومن المؤسسين الجدد للفكر العربي المعاصر في نهاية القرن العشرين ونحن من مدرسته النقدية العقلانية نحاول أن نستكمل أو نستأنف ما دشنه من مبادرات شجاعة في مجال البحث العلمي والتحليل الأركيولوجي للثقافة العربية الإسلامية في عهدها الكلاسيكي وفي عهدها المعاصر أيضا نعم يعني دكتور سؤال أخير فيما يخص الفكر العربي المعاصر يعني من يشاهد المشهد فيما يخص هذا الفكر يعني يلاحظ أن معظم المشتغلين فيه هم من العمالقة دعنا نقول ولا يوجد أجيال جديدة تواكب هذا الفكر أو تشتغل عليه ما رأيكم بهذا الكلام؟ وهذا هو الانطباع السائد ولكن أنا من تجربتي في التدريس في الجامعة ومن تجربتي في العلاقة بالباحثين الشباب أشعر أحيانا أن هذه القاعدة التي من شأنها أن تحبط أي شخص أشعر أن هذه القاعدة تتعطل حينما أجد أمامي شبابا من الباحثين والباحثات على درجة من الاقتدار ومن النباهة وليقظى الفكرية والمعرفية والرغبة في اقتحان مجاهل البحث العلمي طبعا هذا يسر الإنسان كثيرا ويدفعه إلى الشعور بقدر ما من الإطمئنان إلى أن ما بذره جيلنا والأجيال السابقة يعطي ثماره وأن هذه الأرض ليست عاقرا هذه أرض معطاء تعطي قد يكون العطاء متفاوتا بين جيل وجيل لكن في كل الأحوال أن الذين يزرعون بصدق لا شك سوف يحصدون ثمارا مناسبة بالتأكيد دكتور نشكرك جزيلة شكر على حضورك معنا رغم التعب وحمد الله على السلامة ووقت سعيد في السلطنة ونبارك لك مرة أخرى حصولك على جائزة السلطان قابوس للتقافة والفنون والأداب عن مجال قضايا الفكر المعاصر المفكر والباحث الأستاذ الدكتور عبدالإله بالقزيز شكرا جزيلا لك نورتنا في من عمان ونورتنا في عمان ككل شكرا جزيلا إذن مشاهدينا إحنا كان ختامنا مسكة مع الدكتور عبدالإله بالقزيز لقاءنا بكم يتجدد بمشيئة الله مع مواضيع جديدة في حلقة بعد الغد غدا لن يكون هناك حلقة سننتقل مباشرة لنقل حفل تسليم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب نترككم في رعاية الله وإلى لقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة